الحديث دائماً عن ملفات البساد وإعادة فتحها من جديد تزامناً مع هذا الحراك الشعبي ملفات ثقيلة غيبت فترة من الفترات والآن هي تدرس على مستوى العدالة من أجل دراستها وكذلك إعادة فتحها من جديد قضية الحال دائماً نتابعها بحضور الأستاذ فتحي عمروش أستاذ القانون مساء الخير أستاذ وشكراً لك على تلبية هذه الدعوة شكراً لك طيب بداية الأستاذ نتحدث دائماً عن ملفات الفساد قضية الحال كانت اليوم هي جلسة الاستماع للواء المتقاعد عبد الغاني هامل فيما يتعلق بقضية البوشي ما هي ليس فقط القراءات القانونية ولكن ترتيبات التي تلي إجراءات الموثول وكذلك مغادرة اللواء عبد الغاني هامل بعد ما تم الاستماع إليها شكراً إذن حقيقة هذه المسألة أنا كنت لاحظت شخصياً على مستوى أنظمة التواصل الاجتماعي أنه كانت فيها كلام كثير ولغط كثير في حقيقة الأمر ولكن هي في نهاية المطاف إجراءات عادية روتينية بالنسبة لهيئة العدالة كما تفضلت كانت مغيبة ومواقفة ومعطلة في حين من الأحيان الآن قرار في أعلى المستويات بانتهاج الشفافية وإعادة منح الحرية لجهاز العدالة وهذا ما نتج عنه إذن لو نعود أن نقوم بالسرد قبل هذا وزير أول سابق تم الاستماع إليه الآن مدير عامل الأمن الوطني إذن هذه مسألة من الجهة القانونية مسألة واضحة وبسيطة جداً الآن يوجد نقطتين لتفضلت بهم مسألة ما سيلي إجراءات المثور والاستماع كذلك والمسألة التانية لماذا تم إعادة إطلاق سراح السيد عبدالله غاني هامل ولم يتم القبض عليه كما يقال هنا وهناك لماذا لم يتم القبض عليه؟ يعني في حقيقة لا مد بالنسبة للسؤال الأول الإجراءات ما يجب أن نفهمها هو أنه وقت لم نطرح في هذا السؤال لماذا؟ لأنه تعتبر الآن هذه مجرات فرضيات لأنه في البداية الأمر اطرحنا العديد من التساؤلات اليوم ماذا يعني المثول أمام قضي التحقيق؟ ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن أن تلي إجراءات المثول أمام قضي التحقيق في مثل هذه القضية لاعتبرت فترة من الفترات قضية شغلت كثير رأي العام معتبرت بفضيحة الكوكايين إلى غير ذلك اليوم جلست الاستماع أكيد هي بحاجة إلى أن تكون هناك قراء فيما يتعلق بهذه القضية لأن هذه القضية أخذت أبعاد وطنية وكذلك أبعاد دولية ما ستدعب الجزائر أنها تطلب إنبات دولية في قضية الكوكايين وحجز سبعمائة واحد من الكوكايين ما يعادل سبعة قناطير من هذه المادة نعم شكرا إذن فقط ما نكمل هذه المسألة قلنا ما يجب أن نفهمها جيدا هو أن وقت الإعلام ووقت العدالة ليس في نفس التزامن الإعلام هدفه هو الحدث وبالتالي هو بحاجة دائما إلى الحدث أما العدالة فالوقت الذي تستعمله هو طول الوقت والتمهل والتبصر وهذا ما يجعل تباعد ما بين الإجراءات على هذا الأساس المتول المدير العام للأمن السابق اليوم كان مجرد متول أول أمام قاضي التحقيق ماذا يتم في هذه الحالة؟ يتم الاستماع عليه لهذا الشخص إما بصفته كشاهد أو بصفته كمتام نحن لحد الآن لا نعرف لا نعرف ما هي وضعيته صحيح صحيح جيد إذن لا نعرف ما هي وضعيته وبالتالي بالنسبة لنا نعتبره دائما إنسان بريء ليس مدان إلى حد الساعة مجرد الاستماع إليه لا يعني إدانته هذا أولا ثانيا قلنا الاستماع في الجلسة في المتول الأول عادة يكون من أجل التحقق من عموميات الشخص حالته الشخصية العائلية وكذا ما يأتي بعد ذلك هنا يوجد طريقين إما أنه قاضي تحقيق هذا الذي استمع إلى الشخص ينظر لا يقتنع بالتبريرات والكلام الذي ذكره المستمع إليه وفي هذه الحالة سوف يعتبره منذ الساعة متهما بالنسبة إليه بالنسبة لقاضي التحقيق هذا ليس نهائي وبالتالي المتول التاني والاستماع له في مرحلة تانية سوف يكون على أساس آخر أو في الحالة العكسية يعتبره دائما كشاهد وبالتالي يستعين به بالنسبة لتحقيق إجراءات هذه المثول يعني جلسات الاستماع أمام قاضي التحقيق دائما للحديث أكثر حول هذه القضية يلتحق بنا على المباشر أستاذ عبد الحفيد كورتل المحامل ونستشل القانوني لتلفزيون النهار ما سأل خير أستاذ عبد الحفيد كورتل نسأل نور تحية لك شكرا لك بداية أستاذ عبد الحفيد كورتل نتحدث اليوم عن قضية الحال مثول لواء المتقاعد عبد الغاني يهامل أمام قاضي التحقيق ومن ثم مغادرته جلسة المثول أمام قاضي التحقيق دامت لقرابة ساعتين أو أكثر من الزمن نريد أن نحيط فيما يتعلق بكل هذه الإجراءات القانونية التي تلي المثول أمام قاضي التحقيق وكذلك القراءة القانونية في قضية الحال اليوم التي هي قضية البوشي طبعا جيد أولا سبقا قلت أنه من الأحسن أن الملك لا يزال قيد التحقيق لمعنى أننا لا نزال نملك فرصة احترام قانون الإجراءات الجزائية عن طريق استدعاء أي شخص تظهر صيلته بهذا الملف بالذات أنا لا أتحدث عن ملفات أخرى ولكن أخص ملف قضية الكوكايين التي كشفت عن الكثير من الأسماء أثابت أن الكثير من الأسماء استطنية من التحقيق في السنة الماضية لضرف أو لآخر أو لمرحلة معينة ولكن مدام الملف لا يزال مستوحة قد يتحقيق يملك كافة الصلاحيات وكامل السلطة بموجب نصوص القانون الذي يخوله أن يستدعي أي كان يظهر بأن له صلة بهذا الملف في شكل شاهد أو في شكل متهم متورد وله أيضا صلاحية الإبقاء على الأشخاص راح من الإفراج أو إخضاعه للرقابة القضائية أو منعه من الصفة في إجراء من إجراء رقابة القضائية وله أيضا أن يأمر بالحبس المؤقت لأي كان أيضا القراءة الأولية أن اللواء المتقاعد حضر اليوم أمام السيد قاضي طبعا فينه على استدعاء لسماعه يأما كشاهد ويأما كمتهم في هذه القضية إذا كان متهم ممكن يسمع على محضر وممكن أن يخير هل يسمع كمتهم بحضور دفاعه أم أنه سيمهل مدة معينة لإحضار دفاعه ليكون محضر سماعه عند الحضور الأول أمام السيد قاضي التحقيق بمعاية محامي طبقا للقانون لأن حق الدفاع حق مخرج لأن هذه كلها فراضيات لأننا لن نملك المعلومة الحقيقية حول ما جرى بين قاضي التحقيق وبين اللواء المتقاعد أستاذ عبد الحفيد كورتل أمام هذه الجزئية لأنه في كثير من الأحيان فيما يتعلق بمثل هذه القضايا التي تشغل الرأي العام ألا تعتقد أن النيابة العامة اليوم ستكون ليس فقط من باب إحاضة الرأي العام بمجريات هذه القضايا أن تصدر بيانات حتى لا يكون هناك مجال من أجل العمل على ترويج لإشاعات ومغالطة الرأي العام حتى تضع الرأي العام في الصورة فيما يتعلق بهذه القضايا التي تعتبر قضايا فساد لكنها قضايا جد ثقيلة متورطين فيها العديد من الأسماء والمسؤولين التي تم استبعادهم فترة من الفترات هل اليوم النيابة العامة مطالبة بأن يكون هناك بيان توضيحي مع احترام كذلك سرية التحقيقات لا 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 النيابة ليست مطالبة النيابة عليها أن تستند إلى نصوص القانون سابقا كان قضايا النيابة يحتجون أو يتحججون بأنه لا وجود لنصوص قانونية تمنحهم حق الحديث عن أي قضية وتخص الرأي العام الآن أمام وجود المواد القانونية التي توجيز وتمنح لوكيل الجمهورية أو النيابة العامة أنها تنشط ندوة صحفية لتعلق الأمر بقضايا تخص أو تهم الرأي العام يعني شفنا في قضايا اختفاء أطفال تغطية لندوات صحفية جمهورية ونقلت على المباشر وتم الإجابة على كثير أسئلة الناس التي تنقل عن طريق وسائل الإعلام إلى كل المواطنين وإلى الرأي العام ولكن في مثل هذه الملفات نشوف بأن هناك تفادي لإبلاغ الرأي العام حول ما يجري وبالمقابل خلينا نقولك شيء ربما ما سمعتش يحكي عليه في أجهزة الإعلام ويخص لماذا عندما يستدعى شخص إلى المحكمة ماذا يعلم الكل يعني حتى هذا الشخص عنده حق تسرية تسرية عنده حق خصوصية تستدعيه المحكمة يعني عنده الحق يروح كما هو كما أي مواطن لماذا يخرجوا تاريخ استدعاه إلى الرأي العام وإلى إجازة الإعلام ثم أرمادة من مصالح الإعلام تشتغل أمام الحاكم يعني حتى هذا الشخص خلينا نطول حقوقه لما يحضر إلى قضية حق يحضر كمثل وكمثل أي مواطن لأننا في الأول والأخير نريد أن يمثل المسؤول كما يمثل المواطن في نفس الظروف وفي نفس ربما التحقيقات وفي نفس التهم إذا وجدت لذلك نظل بأن حتى النيابة العامة عليها أن تخرج في كل مرة والعمل ما هو عامل مستحيل أو عامل صحب في كل مرة تخرج تشرح للرأي العام حقيقة ما يحدث أو ربما سبب الاستدعاء أو ربما دون المسل طبعا بسرعة التحقيق أكيد تفيد الرأي العام بمجريات هذا ليس ليس لذلك الرأي العام والتي بإعلامه ومتدعات هذا لغلق باب الإشاعات أستاذ عبد الحفيد كورتل لأنه في مثل هذه الفترات نجد أن الإشاعة تأخذ حيز كبير تتغذى الإشاعة أمام سكوت الجهات الرسمية هكذا تتغذى الإشاعة أحيانا من الأحسن أننا نخرج بمعلوماتي للرأي العام حتى لا يحتقن الوضع أكثر الآن يقول لك استدعي المتقاعد وتم الكلام وقيل ما قيل وقيل بأنه متورد في هذه القضية ثم يخرج من المحكمة وكأنه لم يفعل شيء على النيابة أن تخرج وتوضح هل أربما سمع شاهد الشاهد لا يقبض عليه إطلاقا ولا يدعى الحبس يبقى شاهد إلى حين ظهور أدلة جديدة التي يمكن أن تحوله من شاهد إلى متهم يعني ننظم بأنه هناك تقصير بخصوص عدم إعلام الرأي العام بخصوص بعض القضايا بالنظر إلى حجم الأشخاص المستدعين هي قضية مثل كل قضية ولكن بالنظر إلى شخصية المسؤولة المستدعة ننظم بأن الرأي العام يهتم بمثل هذه الأمور وجب إعلامه ليس بالتدقيق أو بالتفصيل ولكن على الأقل بصفات عامة حتى يدع في السورة أو حتى في شكل بيان يعني شفنا أنا شفت النيابة العام أصدرت عدة بيانات في عدة مناسبات بيانات كالممكن تصدر بيان تقول بأنه تم استدعاء الغاني هامس في إطار تحقيق قضاء مستوع على مستوى محكمة سيد محمد وقد تم سمعه كشاهد أو شيء من هذا النوع دون إعطاء التفاصيل وأنا نظن بأن الأمر يكفي على الأقل نصل إلى الرأي العام حقيقة بعض الإجراءات لأن العمل القضائي تعرفي تم في إطار شفافية يعني العدالة ما تخبي على المواطن وعندها ما تخبي أيضا على كل الذين يهتمون بالشأن القضائي جزيل الشكر ليك جزيل الشكر ليك أستاذ عبد الحفيد كورتل المحمي المصاشر القانون للقناة النهار على إفائنا بكل هذه التفاصيل القانونية طيب مشاهدين الموعد الإخباري المتواصل لكن بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين من جديد متواصلون دائما معكم عبر قناة النهار الإخباري الأولى في الجزائر نعود للأستاذ عميروش قبل الفاصل كنا استمعنا لمداخلة الأستاذ عبد الحفيد كورتل أفرنا جزئية فيما يتعلق بالنيابة العامة اللي في مثل هذه الأوقات ولما يكون فتح مثل هذه الملفات لابد أن تكون هناك بيانات من أجل إحاطة الرأي العام بالمجريات ولكن مع احترام سرية التحقيقات وهذا حتى لا نضع مجال لمثل هذه الإشاعات ولا حتى المغالطات اللي رح تجد لها مكان في مثل هذه القضايا وفي مثل هذه الملفات صحيح إذن يجب أن نفهم النيابة العامة في هذه المسألة هي في حقيقة الأمر النيابة العامة ليست متمرسة في مثل هذا التمرين مجابهة الصحافة والتحجيج بقرارتها ليست متعودة على مثل هذا التمرين رغم أننا نحبد مثل هذه الإجراء خاصة أنه مثل هذه القضايا لا تشبه قضية أي شخص يتجي إلى المحكمة هذه تهم كل جزائري وجزائرية بينما أي شخص فقضيته لا تهمه إلا هو في نهاية المطاف وبالتالي نحبد أن هيئة النيابة تخرج بمعلومات ولكن ما هو الصعب الشيء الصعب في مثل هذا التمرين وهذا اللي خلينا نفهم لماذا النيابة لا تتحرك في هذا الاتجاه يعني هو الجمع ما بين المتناقضين سرية التحقيق من جهة وإعلام العامة من جهة أخرى وإعلام العامة يعني يفرض تقديم معلومات وهذه المعلومات أين تنتهي حدودها يعني إذا كانت تخرج النيابة فقط من أجل أنها تقولنا تم مباشرة التحقيق في قضية كذا وكذا وانتهى هذا كل الصحفة راح تقول فيما بعد أنه غير كافي وبالتالي في المقابل لو النيابة تعطي معلومات عند علاقة بصلبة التحقيق هذا قد يؤدي بنتائج وخيمة على التحقيق ربما معلومات تخلي البعض يهرب أموال ربما معلومات تخلي البعض يتسطر يختفي إذن هذا هو اللي يخلينا نفهم بعض الشيء رغم أننا نقول أنه أحب هناك إجراء احترازي للنيابة العامة من أجل أنه لا يكون هناك أنا أظن أنه يوجد شيئين أولا أنها موطيات تخلي مثلا أشخاص آخرين أنهم بإمكانهم ربما هذا مرجح هذا مرجح أنا قلت أنا أفرض أنه يوجد شيئين تنين أولا أنه هالنيابة العامة في الجزائر غير معتادة على مثل هذا الإجزرسيز هذا التمرين وتانيا أنها يعني تتخوف هي غايورة على المعلومات التي تحوزها لكن أستاذ لا تعتقد بأنه حتى الظروف اليوم تغيرت بما يتعلق بقطاع العدالة بعدما استرجع كافة صلاحياته أعاد للواجهة ملفات هذه الملفات كذلك حملت في طياتها أسماء ثقيلة لم يكن لأي واحد يتصور أنها بإمكانها أن ترد أسماءها وتكون أمام الأروقة العدالة اليوم والعدالة أكيد رح تأخذ مجرها في مثل هذه القضايا كذلك أنت قلت من باب أن يكون هناك ليس فقط تنوير رأي العام لكن أهم شيء هو غلق باب الشائعات وكل المغالطات اللي بإمكانها أن تحوم لما تبرز مثل هذه القضايا ونحن لن نتحدث عن قضية بسيطة نحن نتحدث عن قضية حجز حوالي سبع قنطير من الكوكايين أسماء ثقيلة أكيد رح ترد والعدالة رح تأخذ مجرها لأنه في مثل هذه القضية قيل بأنه تم استبعاد بعض الأسماء وبعض الشخصيات اليوم رح تعود من بوابة أن العدالة استرجعت كافة صلاحيتها صحيح هذا شيء لا يمكن لنا كقانونيين إلا أن نتمينه وندعمه وكيف ندعمه بأننا نكون متفاهمين بعض الشيء لجهاز العدالة وتركه يعمل في هدوء وفي سكينة وهذا شيء مهم ومهم جدا ولكن في المقابل يعني قولك كذلك فيه جانب من الصحة غلق باب الشائعات نحن لاحظنا مؤخرا يعني هو تعميم الشائعات يعني أصبح ما أين كان يتكلم في إجراءات قانونية ليس بدورا متحكم بها يتكلمون على مواد من الدستور على مواد من الإجراءات الجزائية ربما كان من الأفضل أننا نوضع الرأي العام في الصورة فيما يتعلق بالنظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر قبل أن نتكلم على جزئيات الإجراءات يعني النظر فقط إلى الجزئيات يعني يغيب عنا النظرة la vue d'ensemble إذن وفي هذا الشأن ربما من الأفضل حتى نكون يعني لا نميل إلى جهة ولا نميل إلى جهة أخرى ربما من الأفضل أنه تقديم وتنوير الرأي العام وكما قلت غلق باب الشائعات بقدر أدنى من المعلومات يعني هذا ربما يطفئ بعض الشيء يعني نار الشائعات التي هي ملتهبة في هذه الأيام على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي هذا من ناحية هذا فقط فيما يتعلق بجزئية كما تلاحظي الأخت هي جزئية فقط مجرد إصدار بلاغ للعامة وفيها عدة مشاكل قانونية وغير قانونية وسياسية وإعلامية في جانب آخر ناهيك عن الإجراءات القضائية والإجراءات المتابعة يعني الحقيقية يعني المفعلة حاليا طيب أي إجراءات قانونية ستلل بعض المثول ومن تم خلنا اليوم نتحدث عن قضية الحال فيما يتعلق بمثول لواء المتقاعد عبدالغاني يهامل أمام قضية التحقيق للاستماع إليه من ثم كذلك مغادرته من ناحية القانونية أي ترتيبات قانونية ستل بعد عملية المثول والاستماع ومن ثم المغادرة شكرا إذن هنا سنعود نتكلم على النظام القانوني لمكافحة الفساد وهو الذي يتضمنه قانون مكافحة الفساد لسنة 2006 وهو قانون خاص بالإضافة إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فقط يعني نفتح قوس فقط هنا الحالة اليوم تختلف عن مثلا استماع للوزير الأول السابق السيد أحمد ويحيا من أي ناحية من الناحية القانونية دائما من ناحية المواد التي ستطبق في حين كنا نتكلم بالنسبة للوزير الأول السابق على تفعيل المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية وكان البعض تكلموا على المادة 177 من الدستور هذا فيما يتعلق بقضية قضية الوزير الأول السابق الوزير الأول أحمد ويحيا لأنه في كثير من القانونيين لأنه تبعا لما راجت تم استدعائه إلى محكمة سيدية محمد برزت من الناحية القانونية جزئية لامتياز القضائي فيما يتعلق بالمتابعة متابعة الوزير الأول أحمد وزير السابق أحمد ويحيا لكن في كثير من القانونيين رأوا أنه المتابعة ضمن هذا القانون قانون الامتياز القضائي في كثير من قال بأنه تسقط سفة الاستوزار من بعد ما سقطت سفة هو وزير السابق ليس حالي ولذلك الإجراءات القانونية مش ممكن رح تكون ضمن الامتياز القضائي ما تعليقك بأنه حتى هذه الجزئية أثرت لكثير من الجدل ما بين الخبراء القانونيين في حد ذاتهم صحيح صحيح وهذه هي محل أخذ وعطاء في حقيقة الأمر أنا رأيي شخصي هو أنه المادة 177 مثلا من الدستور اللي تتكلم على الامتياز القضائي تقول أنه متابعة اللي تتكلم على المحكمة العليا للدولة تقول أنه يتابع الوزير الأول ورئيس الجمهورية بالأول يعني رئيس الجمهورية بالنسبة لجريمة خاصة له الخيانة العظمى أما الوزير الأول فتتكلم على الجنح والجنايات التي يمارسها أثناء ممارسة التي يقوم بها أثناء ممارسة مهامها إذن هي لا تشترط أنه يكون وزير أول حين المتابعة يعني حتى بعد المتابعة تبقى هذا الاختصاص قائم على أساس الأفعال السابقة هل يمكن أن يرجع لغياب قانون عضوي يحدد إجراءات إجراءات كيفية تطبيق هذه المادة القانونية إذن نعود أن نرجع الآن يعني المشر اكتفى بالمادة 177 من الدستور لون أن يتطرق إلى الإجراءات الواجبة اتبعها في هذه الحالة ولكن هذا لو نشرح فقط المادة 177 ولكن المادة 177 حتى تفعل حتى يمكن تطبيقها عندها مقتضايات أخرى هي قانون عضوي وتنصيب الهيئة التي تفصل هذا الشيء غير متوفر حاليا إذن عن قصد أو عن غير قصد هذا لا يهمنا ولكن حتى مع ذلك لا يمكن القول بالفراغ القانوني كما يذهب إليها البعض لأنه في حال عدم إمكانية تطبيق النص الدستوري للمادة 177 ما هو الحل القانوني؟ الحل هو تطبيق القواعد العامة في مجال المتابعة وبالتالي نرجع إلى الأحكام الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية ولسيما المادة 475 من القانون الإجراءات الجزائية وفي ظني هذا ما هو ما يتم مباشرتهم من قبل الهيئة القاضية فيما يتعلق بقضية الوزير الأول السابق أحمد ويحي طيب أنت ذكرت الاختلاف أكيد الاختلاف ما بين كلتا القضيتان اليوم قضية الحال الاختلاف مهم جدا هو أنه المدير العام للأمن المدير العام السابق للأمن لا تتوفر فيها الصفة التي تشترطها المادة 475 في المتابعة على أساس إجراءات خاصة إذن هي تتكلم فقط على المرشحين المنتخبين القضاة والهيئات العليا الوزارية إذن هذا تحصر الإجراء في هذه الأصناف الثلاثة المدير العام السابق للأمن الوطني سننتكلم دائما تحت قوسين أنه متمتع بالبراءة لحد الآن محترام قريمة البراءة حتى في حال متابعته فهو سيتابع بطريقة عادية على أساس جنح الفساد المنصوص عليها في قانون 2006 المتعلق بمكافحة الفساد وبالتالي نرجع للإجراء كلام كبير حتى نرجع لشرح الإجراء يعني سيتم الاستماع إليه في موتول أول أمام قاضي التحقيق المختص يعني محكمة سيد محمد ثم موتول تاني وإن تلزم الأمر يتم الاستماع إليه في مراحل أخرى ثم إحالته على القطب الجزائي المتخصص هذا في حال متابعته ولكن المعلومات التي تريدون الآن إلى حد الآن هو أن الاستماع إليه لحد الآن هو فقط على سبيل الشهادة وليس كمتام وبالتالي هذه كلها رانا نشرحه أكيد ولكن تحقق مجرد مدرد احتمالات دائما نلتزم بما هو قانوني دائما الحديث ومتابعة لهذا الملف يلتحق بناء المباشر أستاذ حمامي ميلود أستاذ القانون من ولاية سعيدة أهلا بك أستاذ حمامي ميلود دحية طيبة لك وإلى ضيفك الكائن وإلى مشاهدي قناة نهار شكرا لك أستاذ حمامي ميلود دائما نتحدث عن ملفات الفساد وإعادتها للواجهة من جديد اليوم قضية الحال قضية البوشي لدائما تم الاستماع فيها صبحت اليوم إلى اللواء عبدالغاني هامل هنا نتحدث عن الإجراءات وكذا القراءات القانونية فيما يتعلق بهذه القضايا ضيفك اعتقادك إعادة فتحة الملف من جهة كذلك استدعاء شخصيات وكذلك مسؤولين للاستماع إليهم أمام قاضي التحقيق هل سنكون أمام تطورات جديدة في مثل هذه القضية هل سترد أسماء أخرى في قادم الأيام أو خلال الساعات القادمة فيما يتعلق بهذه القضية قضية حجز سبعة قناطير من الكوكايين الأكيد أن القائمة لن تتوقف عند صيد الهامل ولا شخص معين إنما ستكون هناك قائمة طويلة لنظر الارتباط هذه القضايا بعدة مسؤولين يفترض أو توقع الكثير أنهم لهم علاقة بها المشكلة أن الآن قضاة التحقيق أو قضاة نيبة العامة عليهم أن يحضروا ملفات عليهم أن يتأكدوا من توفر الجريمة أمامهم نصوص قانونية تقنية أعتقد هذا هو السبب الذي ربما يؤخر نيابة العامة من أجل عدم الخروج إلى المواطن وإعلامه بما يدور حول هذه القضية كما ذكر ريفوكي كريم والأستاذ المحترم كورتل أن النيابة العامة يقع عليها التزام أدبي لماذا؟ اتجاه المواطن اتجاه الرأي العام لأن أولا الشعب هو من طالب بمحاكمة هؤلاء الفسادين أو المتهمين بالفساد وبالتالي يتوقع أن تكون هناك معلومات حول هذه المتابعات وهو يمتابع يوميا عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي النقطة الثانية هو أن العدالة تحررت بفعل الحرك الشعبي بفعل خروج الشعب إلى الشارع استطعت القاضي أن يستدعي الهامل أو يحيى أو أي شخص آخر مهما كانت سيطاته أو مهما كانت مرتاته وبالتالي نظرا لهذه السبببين هو أولا مطالبة الشعب بمحاكمة المفسدين وأن القضاء تحرر واسترجع استقلاليته بفضل الشعب فأعتقد أن الميابة العامة يقع عليها ليس التزام قانوني بل أدبي من أجل تنوير الرأي العام على الأقل نعرف ما كانت مسؤولية هؤلاء الأشخاص لأن البعض المواطن البسيط لديه لا يعرف القانون الأختي الكريمة لما يشوف شخص جاي بسيارة فخمة ويلبس بدلة رسمية ويدخل للمحكمة ويعود يخرج إذن ممكن تبله بأن مجرد رهي شاهد ولكن على الأقل المياب العامة عليها أن تغين ما هي مسؤولية هؤلاء الأشخاص هل هو في مرتبة الشاهد أو في مرتبة المتهم وأعتقد أن القوضات التحقيق هم بفضل تحضير هذه المعلومات يحتاجون إلى وقت لأن جلسة واحدة أو جلسة استماع واحدة لا تكفي لأن الملف ثقيل وحتى التهم قد تكون متعددة لأن جرائم الفساد وفضل ما ينص عليه القانون كما ذكر زمي في البلاطو هي جرائم متعددة ممكن يكون متهم بعدة تهم وليس تهمة واحدة أو جريمة واحدة وعليه لا بد أن نحذر ملفا متكاملا لأن من يدين في الأخير ليس قادر التحقيق وليس قوضة نياب العامة لأن نياب العامة هي طارف الدعوة العمومية من سيدين هو قادر الحكم وبالتالي عليهم أن يحذر له ملفا كاملا يعني يستوفي الشروط القانونية والإجرائية والشكلية وإداعه لدى المحكمة المختصة التي ستقاري هؤلاء الأشخاص وبالتالي أعتقد أن المسألة تحتاج إلى وقت فلنترك القضاء يعمل عمله من دون إعطائها هذا الصدر الكبير يعني لأن كل مرة نشوفه السيد الهامل يدخل وخرج من المحكمة ونصوره ونجره خبر عاجل أعتقد أننا سننيعوا المسألة نخلو القضاء يهمل والشعب رهي راقب ويتاب على الأحداث التي ستحدث في المستقبل وبالتالي أعتقد أن القائمة ستكون أطول والإجراءات ستأتي لاحقا والملفات ملفات ثقيلة وتقنية لابد من التأكد من توفر هذه الجرائم وأركانها لأن الأمر التقني ممكن المواطن ما يعرف ولكن هناك أركان للجريمة ركن ندي وركن شرعي وركن معنوي هذه الأمور إذا من توفرش ركن واحد الجريمة ليست متوفرة أو ليست قائمة وفقا لضمانات المحاكمة العديدة وقاينة البراءة المنصوص عليها دستوريين ولمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لأن لعلمك أختي الكريمة أن قانون الإجراءات الجزائية في جزائر يعتبر من القوانين السبقة في المنطقة العربية أو في المنطقة الإفريقية فيما يتعلق بتوفير ضمانات المحاكمة العديلة من حيث قاينة البراءة من حيث صرية التحقيق من حيث تبصير الشكل الصالح المتهم يعني هناك كثير من المبادئ على القضاة أن يحترمها أثناء إجرائهم لهذه التحقيقات وبالتالي الأمر ليس بالهين لن يطلع فيه في يوم مثلا قضية البوشي يعني يعني مضروحة منذ سنة أو أكثر وما زالت تحقيق فيها لأن الأمر يحتاج إلى تدقيق يحتاج إلى التأكد من طوفر هذه الجرائم وبعد ذلك إحالة ملفات إلى هيئات القضاء المختصة التي تفصل بالحكم إضافة إلى توفير ضمانة أخر هي الطعن يعني ليس درجة وحدة هناك ستفصل إلى درجة الأولى ويمكن للمتهم أو لأي طرف الدعوة العمومية أن يقدم طعن في القضية أما مجهة قضائية عليا هذا كله من أجل أن نوفر في الأخير ضمانات المحاكمة العادلة واحترام الشخص الذي يكون في مرتبة المشتره به أو المتهم منذ مرحلة الاستدلالات إلى غاية صدور حكم نهائي بحقه بالإدانة أو بالبراء جزيل الشكر لك الأستاذ حمامي ملود أستاذ القانون حدثتنا على المباشر من ولاية سعيدة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتبعة في قضية البوش اللي اعتبرت اليوم قضية الحال طيب أستاذ فتحي أعميروش دائما وإحنا فتحنا هذه الملفات الفساد من النحية القانونية أي إجراءات كذلك لابد أن تتبعها حتى يتم العمل على تسيع هذه الملفات ولا تبقى حبيثة الأدراج من جهة كذلك متابعتها وفقا لما تقتضيه الظرف وذلك برجوع إلى مجمل هذه القوانين التي لابد أن تأخذ بعين الاعتبار في مثل هذه القضايا الحساسة شكرا مسألة السرعة مهمة جدا والسرعة من عدمها في هذا الإطار احنا كنا تابعنا شفنا الإعلان سيد قائد أركان الجيش يعني السلطة الضامنة الآن للدولة يعني عدم التحجج بإجراءات قانونية من أجل تعطيل المتابعة وفي حقيقة الأمر بعض الأطراف ذهبت في هذا الاتجاه بإعاز أم لا لا ندري ولكن نحن لاحظنا مؤخرا هذه المسألة بما فيها مسألة المادة 177 والمادة 475 من قانون الإجراءات وكذا إذن هذه المسائل كلها حقيقة يجب احترامها لماذا؟ لأنه نحن نتكلم عن قضايا الفساد وقضايا الفساد كما يعرف العامة لا تنتهي في أرض الوطن الأموال المكتسبة عن طريق الفساد مثلا والمزايا يتم استهلاكها خارج الوطن وبالتالي لو نرجع القانون مكافعة الفساد لسنة 2006 من بين الأشياء المهمة التي وردت فيه هي إمكانية استرجاع الأموال على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الخارجي عن طريق المطالبة مطالبة السلطة القضائية تحت ضل اتفاقيات دولية في هذا الشأن وهنا يوجد فكرة مهمة جدا عندها علاقة مباشرة بهذه الإجراءات المتابعة حاليا يعني لما نعلم أنه أي مطالبة مثلا بأموال تم تهريبها أمام دولة أجنبية سوف تخضع القرارات القضائية الجزائرية لمراقبة من طرف هذه الهيئة حتى تستجيب لها المراقبة تكون على أي أساس تكون على أساس احترام قرنة البراءة والمحاكمة العادية إذن من المفيد بالنسبة لنا ولهيئة القضاء والجهاز العدالة الجزائري أنه يحترم بصرامة كبيرة كل هذه المقتضايا وهذا هو الشيء الذي يجعلنا نرى هذا التمهل في بعض الأحيان الناس تقول كيف تم إطلاق صراحة أولا لأنه لم يتم توجيه تهمة له وتانيا حتى لما يكون الشخص متهم قاضي التحقيق يتمتع بصلاحية الملاءمة وسلطة الملاءمة فهو ينظر هل من المجدي ومن المفيد إيداعه الحبس الذي يعتبر مؤقت والبراءة والإفراج هو الأصل أو إخضاعه للرقب القضايا أو تركه إطلاق سراحة إلى غاية المحاكمة وفي نهاية المطاف المحاكمة وحكم المحكمة هو الفصل في هذه المسألة ولا يجب استباق حكم المحكمة إذن هذه هي الحتميات أولا المتابعة السريعة حتى لا يفلت هذه الأشخاص من العقاب ولكن هذه المتابعة السرعة في المتابعة لا تعني التسرع والوقوع في أخطاء قانونية وهذا ما يجب أن ندعم جهاز العدلة في شأنه لا يجب أن ننسى شيء هو أن مسألة مكافحة الفساد وكما قلت سيدتي الفاضلة سابقا لم نكن نحلم بأوجه وأسماء من هذه العيار تتجه لم تكن لجهاز العدالة قيمة أمام المسؤولين في الدولة أعلى المسؤولين في الدولة لدرجة أنهم لا يتقدمون لإبداء شهاداتهم أو الاستماع إليهم إذن الآن نحن في مرحلة ثانية وهذا مكتسب كبير جدا لجهاز العدالة لا يسعنا إلا تثمينه كلنا بكل أطيافنا إعلام حقوقيين وكل شيء هذا هو ما ندفع في صداده جزيلا شكرا لك أستاذ فتحي عميروش أستاذ القانون وكذا المحامي على كل هذه التفاصيلة وفيتنا بها بخصوص ملفنا لنقاش